اشتركوا في القناة 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 مهمة جداً اشتركوا في القناة 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 دي تقريباً في دي اربعة وعشرين. دي اربعة وعشرين. يعني في تلت التاني. بص كام لعيد. في التلت الاخير بتاع الملعب اتنين اربعة ست لاعبين. كان كارلوش كيروش بيتهم ان هو العدد او او كمنزومة عدد الافراد اللي بيحاولي ينفذ بهم الفكر الهجومي. انا هنا بتكلم على احمد فتوح عمر السلية محمد النيني محمد صلاح تريزيجي ومصطفى محمد. ست لاعبين موجودين جوة جوة ال 18. كمان كان فيه كتير بتتعامل مع عمر جابر واحد من اللعيبة اللي كانوا مفاجأة بالنسبة لي تاني. وده نجاح كبير جداً جداً رغم ايجادة عمر جابر طبعاً لكارلوش كروش. طيب نشوف الحلال اللي بعدها برضو. نفس نفس الشكل نفس بنفس بنفس طريقة الهجوم. دايماً عندنا تلاتة على الاقل جوة منطقة الجزاء. نبردو نكمل اللي بعدها. هنا واحدة كانت حلوة اوي اوي اتعمل من محمد صلاح لعمر جابر. هنا عمر جابر عمل ايه؟ عمر جابر بدل ما يلعب الكورة لبرة كان باصص في الارض. فللأسف العرضية مطلعتش مظبوطة. كلنا قلنا لبرة. 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 بزا هو ده بقى هي دي بقى الفكرة. احنا كان عندنا مشكلة في القرار. لكن مش مشكلة خالص ولا في طريقة اللعب ولا في المنظومة. نكمل الحالات اللي بعدها. بس انا بقى جايب لك حاجة مهمة جداً جداً. عايزين بقى نشوف الراجل ده بيلعب على الله برضو كده اللي هو يلا يا جماعة حننزل وربنا يكرم ومنعتمد على امكانياتنا الفردية زي ما فيه ناس كتيرة بتتهمه ومنعتمد على وجود محمد صلاح. ولا الراجل فعلاً عنده فكر ومنظومة بيحاول يطبقها على مدار سنوات الخبرة اللي هو قال عليها في المؤتمر الصحفي. صحيح. فارجعت لمباراة يعني شهيرة لي ليه مباراة ايران والمغرب في كاس العالم 2018. وقتها هو كان مدرب ايران وفاز واحد سفر بقون جول برضو بالمناسبة. فقلت تعالى كده نشوف الحالات الدفعية والهجومية بتاعته. الحالة دي هم اللابياد طبعاً ايران اللابياد. انت ما شفتهاش هي هي بالزبط بالزبط في الحالة الاولى اللي احنا عرضناها لمنتخب مصر نفس الوقفة نفس الترتيبة بتاعت الخط الدفاع على خط واحد نفس الدعم من خط الوسط اتنين دايماً قريبين من لعيبة خط الدفاع نفس الشكل بالزبط كان منتخب ايران بيلعب بيه تحت كيادة كارلوس كيروش. شوف الحالة بقى اللي بعدها الهجوم هي هي بالزبط نسخة نسخة منتخب ايران كان بيلعب بنفس الطريقة مع الراجل الراجل بيعتمد على منظومة باختلاف الاسماء مايفرقش مع الاسماء هو بعتمد على طريق الناعب. والعظمة انه بيعرف يطوع اي لاعب على المنظومة. وهو ده نجاح المدرب علشان كده بنقدر نقول انه هو مدرب كويس. انه هو ناجح في الاختبارات بطريقة او بالمنظومة اللي هو بيحاولي طبقها مش مهمة من نهاردة معي محمد صلاح او انا في ايران ما كانش معي واحد من احسن لعيبة العالم. شوف الحالة اللي بعدها اللي هي اخر حالة. نفس الشكل بالزبط اربعة في منطقة جزاء منتخب المغرب. والمطش كان يعني المطش ده كان خمسين خمسين ما بين الفرقتين. الفرقتين ضيعوا فرص كتيرة. وفي النهاية منتخب ايران فاز بانجول بالزبط المنتخب. جميل. رايحين السنغال. بكرا ان شاء الله. نعمل ايه بقى في السنغال? نتعامل مع المباراة دي ازاي? هل هيبقى فيه اي هل هيبقى فيه اي تغيير تكتيكي او فني او تشكيل او طريقة لعب في المباراة السنغال ولا هيلعب بنفس طريقته كارلو سكروشي. كارلو سكروشي من المدربين اللي طول ما الامور ماشية في الشكل والسياق والطلبات اللي هو طلبها زي ما حصل في المباراة الناس كتب بتكلم ليه ما غيرتش الخمس تغييرات ليه ما غيرتش الاربع تغييرات لان الراجل مقتنع بالمردود اللي بيقدمه المجموعة اللي في الملحب. الراجل عمل تغييرة اولى اضطرارية بخروج محمد عبنا منزول ياسر ابراهيم. وبعدها كانت تغييرة عمر ماروش ما كان مصطف حمد اللي ستنزف بدنيا تماما في الديها سبعية. صح. فالراجل كان مقتلع تماما بالمردود. ده بيقولك ان الراجل مش هو راجد. مش راجل غير قابل للتغيير. لكن الراجل مقتنع بفلسفة كروية قادر انه يطبق بيها. اللي هو عايزه مقتنع تماما بالمردود اللي بيقدمه مجموعة اللعيبة دي. يمكن يمكن الراجل يفكر في بعض بعض التعديلات على آآآ صعيد الافراد. طبعا فيه فيه تعديلات اضطرارية بسبب غياب الوينش ومحمد عب منعم. لكن على صعيد المجموعة على صعيد الشكل يلعب بي. اربعة تلاتة تلاتة مش هيغيرها. تقولي هنا بقى. الشكل الهجوم اللي سنغال هيبقى عامل زاي عشان للأسف فاضيلي ديها واحدة. هبقى عامل ازاي واح هنتعمل معهدي في عيني ازاي. السنغال هتعمل سيناريو من اتنين مانومشي تالت عشان الوقت بيجري. هم بيعتمدوا على الاربعة تلاتة تلاتة. الثلاثة اللي في الوسط ده. ادريس جانا جايه. نامبليس مندي وشيخه كياتيه. التلاتة دول. وارد الراجل. عشان يبدأ المباراة بدغطه هجومي. يستبدل واحد من الثلاثة دول. علشان الثلاثة دول قدراتهم الدفاعية اكتر. وبشتغل باربعة تلاتة تلاتة معتمدا على الثلاثة الثلاثة الامامي. اسماعيل اصار ساديو ماني وفامرا دي ديو. الثلاثة ده هو اللي بيعمله كل الشغل اللجومي. وبيحصل زيادة بالتبادل ما بين شيخه كياتيه وإدريس جانا جايه. الرجل هيعمل ايه? وارد جدا جدا انه يفكر لانه عمل دي لما حس انه عنده عقم تهديفي في الدور الاول من اه اه الكان. غير اللعيب من الثلاثة اللي في وسط الملعب ونزل اللعيب بنبا ديانجل اللي لزل في الشوت التاني في مباراتنا. او يلعب بكولايديا ويدخل اسماعيل اصار انسايد يشتغل جوا شوية او يحط هنا ساديو ماني انسايد شوية ويلعب بكيتة بلدي من بداية المباراة. ولكن ولكن الراجل محترم تماما منتخب مصر. لكن مع الدفعة والزخم الجماهيري وان الملعب خلاص اتحجزت ساعته بالكامل للخمسين الالف متفرج في دكار ان شاء الله. فان شاء الله ان شاء الله هو بشكل كبير جدا مش هيعمل اي تغييرات هينزل بالحضاشر رعيب زي ما هو الا الحالة اللي احنا اتكلمنا عليها. انسلاسة اللي في وسط الملعب وارد واحد منهم يتم تغييره واعتقد انه ممكن يكون على حساب نامبلس مندي. جمال انت شرفت من الله. كان نفسي طور اكتر من كده. هسألكم سؤال بس ممكن اخد ايجابة سريعة جدا ان شاء الله في جملة حتى من شكل فني. ناس بتسأل لو احنا اللي قدر وادخل في ناجون احنا خايفين التحول اللي جومي. احنا دفاعين كويسين. التحول اللي جومي ممكن يبقى فيه خطورة. رأيك يا عمير. بص هو كان عندنا مشكلة في ان محمد النني للأسف لعب واحدة من اسوأ مبارياته لدرجة ان الحاجة اللي هو مميز فيها معدل تاميراته الصحيحة كان واحد وثمانين في المية. رقم قليل جدا. اعتقد اعتقد ان لو لا قدر الله ده حصل ومحمد اني كان في حالته مع عمر السلية وحمد فاتحي وخرجنا بكرة مظبوط ممكن نستغل التحولات الوجومية. مصر باذن الله باذن الله هتستغل هتستغل ان دفاع المنتخب السنغالي المؤكد. مهم جدا ان اقسم المباراة. كارل شكراش بيعمل ده بامتياز. الربع ساعة الاولى اتعدي دون انا استقبل اهداف. الضغط ما يكونش بلو بلوك. ما نزلتش تحت قوي. اضغط من فوق شوية. اضغط ميد بلوك او دفاع متوسط من فوق شوية. علشان ما حطش نفسي تحت ضغط بداية المباراة. اعد الربع ساعة الاولى بشباك نظيفة. ان شاء الله. ما عند فعل المنتخب السنغالي. واللعب على الصبر اللي بيعملو كارلس كروش. هنسجل في الوقت المنتخب السنغالي هيكون ضغط علينا فيه. يا رب. يا رب. اضيف حاجة بس. اضيف حاجة عشان نفتكرها مع بعض. يلا. في مباراة المغرب لما دخل فينا هدف مبكر جدا. جدا. احنا عملنا مباراة هجومية خالية. صحيح. على المغرب بعد الهدف. فبس دي نقطة تدي امرها للناس عشان الناس تسأل. احنا بنقف نفتكر كويس. بس لو دخل فينا هجوم مش نقف نهاجي. احنا هجمنا قدام المجرد. وبعد اللي احنا عرضناه ده لسه في حد شاكك ان احنا مهاجمناش. نقرف نهاجي. حتى لو احنا بندافع. هنسجل. امير انا بشكرك. جمال بشكرك. شكرا يا خليل. شكرا يا كريم. دي كانت حلقتنا النهاردة اللي مش زي الساروخ بصراحة بسرعة جدا. في حلقات كده بتبقى حلوة قوي. كل الديو فيها بيبقوا رائعين. وممتعين كابتن النادر النهاردة كان رائع. امير وجمال كالعادة رائعين. فالحلقة يعني الكلام حلو عن الكورة. الكلام حلو عن منتخب مصر. رب دايما يفضل كلامنا حلو على منتخب مصر. يوم التلات بإذن لكم هنا نبقى هنا. وبنحتفل بمنتخب مصر الكاس العالمي بإذن لها. شوفكم يا رب تعالى لكم. اشتركوا في القناة